موسيقى خلاص رح جاوبكم موسيقى موسيقى حلقة وراء حلقة كانت الأسئلة والاستفسارات عم تزيد أكتر وأكتر وطبعاً من كل خطرين أغنية شي حكينا عنه وشي ما لحقنا نجيب بسيرك لهيض قررنا اليوم نفتح باب الاستشارات الطبية لمتابعين EQ مجاناً وعلى أساسه اخترنا أهم الأسئلة يلي طرحتوها بالفترة الماضية لحتى جاوبكم عليها بالحلقة الأخيرة من برنامج EQ معي أنا الدكتورة شغف فاعل أول شي رح بلش بالاستشارات يلي بتخص لقاح فيروس كورونا الكل عم يسألني شو هو أفضل لقاح ببساطة أفضل لقاح هو اللقاح اللي صاحح لك ومتوافر عندك لأنه كلهم آمنين وفعالين بس نصيحة صغيرة بخصوص لقاح البريطاني أو الأسترازينيكا نحنا منفضل ياخدوا يلي عمرهم فوق الـ 50 سنة لأنه في احتمال كثير صغير يعمل تجلطات عند الشباب فإذا توافر غيره بيكون أفضل هلأ أكيد الاستشارات بخصوص فيروس كورونا ما بتخلص بس نحنا هلأ اخترنا الأهم وإذا حابين تعرفوا معلومات أكتر فيكن ترعوا لحلقات سابقة عملناها خص نص عن هالموضوع وجدتني استشارة عن موضوع كتير حساس وهي السمنة عند الأطفال شو أثبابها وشو علاجها هالمرض صار وباء عالمي وزاد خصوصي بفترة الكورونا والحجر والتنبلة هذا غير أن مجتمعاتنا العربية بيحبوا يطفل الكربوج أبو خدود لحقيقة 99% من الحالات ما بيكون فيه سبب مرض هي سلوب غذائي خاطئ بيبلش بعمر صغير لما الأهل بصيروا بيشربوا الطفل حليب زيادة عن حاجته أو بيجبروا يكمل صحنه يلي هلأد أدو غصب من عنه فبتمط المعدة وبصير الطفل شوية شوية يطلب أكل أكتر وبالتالي كرش أكبر فياريت لكل رائب وزن طفله وينتبه على أكله ويحاول يباعد شوية عن الأكلات اللي مو صحية مثل الأكلات الطيبة وإذا حسيتوا فيه شيء مو صح عم يصير لازم تراجعوا الطبيب المختص حتى يعمل خطة علاجية مناسبة ورح ننتقل هلأ لا استشارة جديدة غالبا هون بكفي نلتزم بالحمية المناسبة مع الرياضة بس مهم كتير يتراء بضغطك خصوصي إذا في قصة عائلية للضغط وإذا ضل عم يرتفع أكتر وبشكل متكرر لازم تراجعي طبيب القلبية حتى يعطيك الدواء المناسبة ابني صار معه حرارة كتير عالية وبعد 48 ساعة انتشر حب صغير على كفوف إيدي ورجلي وحلقه فشو هاد المرض؟ هاد مرض فيروسي مودي بينصابوا فيه معظم الأطفال قبل الخمس سنين اسمه فمية قدم ايه هيك اسمه لا تتغربوا ومع الأسف عم نشوفه كتير بهالأيام مع أنه عادة بيجي بفصل الربيع وبيطلع على شكل حبوب أو فقاعات بالإيدين والرجلين بالإضافة للحبوب اللي بتطلع جوات الفم وغالبا قريبة من اللوزات بتعمل وجع كتير قوي ممكن تمتد وتطلع لبرات الثم هلأ الحبوب بدي أسبوع لتنين حتى تروح بس في نسبة من الأطفال ممكن بعد أسبوعين لثلاثة يصير في عندهم تقشر بالجلد أو تساقط بالأضافر لا تخافوا كله رح يرجع طبيعي العلاج هو فقط خافضات حرارة والسوائل بشكل أساسي لأن الطفل بهالمراض ممكن يفوت على المشفى إذا صار عنده تشفى فلا سمح الله لا حدا يعطي أي أدوية تانية وبلاها اجتهادات شخصية وهلأ وصلنا عند أشي على الاتشارات الطبية دكتورة فجأة عملاقي رجلي منفخين شو بيكون السبب؟ ما عم أعرف ممكن يكون السبب قصة ركودية معينة مثل القعدة أو الوقفة الصويلة وهو المفروض بس نستلقي ونفع رجلينا تروح الوزمة بس إذا نمنع وفقنا وظل التورم موجود بالطرفين هون ساعتها لازم نراجع الطبيب لأنه ممكن يكون في عنا مشكلة بالقلب أو بالكبد أو بالكلية أو يكون سبب هالتورم بعض الأدوية مثل الكورتيزون أو بعض أنواع أدوية الالتهاب أو موانع الحمد بس لما نشوف صار فيه تورم وحادي الجانب بالصاق مع تغير بلون الجلد لازم فورا نراجع أقرب مشفى لأن من خاف يكون ساير شيء اسمه أو مثل ما بيقولوا العوام جلطة بالصاق وهي غالباً بتصير عند الأشخاص اللي بيستلقوا لفترات طويلة مثل النساء بعد الولادة أو الأشخاص بعد العمليات الجراحية استشارة جديدة دكتورة عم عاني من تنمير بالأصابع وأتحرقهم مع ضعف وجع كتير قوي برسغ الإيد وأتستخدمه بأبسط الأمور اليومية ممكن تساعديني بالحال؟ أنا يلي بساعدك هيا عزيزتي اسمه متلازمة نفق الرسغ هذا النفق يلي بيجي بين الإيد والساعد ويبرر فيه العصب الناصف بالإضافة لأوتار بعض العضلات وبس يصير شيء يضغط على العصب رح يصير فيه عندنا ألم وخدر وخذ على مساره يعني على الوجه الراحي لأول ثلاث أصابع ونص ممكن يمتد الوجع لفوق وكل ما ازداد الاستخدام للإيد والرسغ رح تشتد الأعراض وهذا الشي يلي منشوفه عن ستات البيوت وخصوصي بعمر 45 لل60 سنة بس هذا مو يعني أنه كل من استخدم إيده رح تصيبه في كتير أسباب بتزيد من احتمالية حدوث هالمرض مثل أسباب تشريحية أو كسر بالرسغ أو أسباب ويراثية بالإضافة لأحتمالية حدوثه عند وجود أمراض تانية مثل السكري أو أمراض الغضرقية أو غيره والعلاج بيكون بحسب شدة المرض يعني بالمراحل الأولى ممكن يكون بحق الكورتيزون مثلاً بس بالمراحل المتقدمة والحالات الشديدة العلاج جراحي حسراً عن طريق عملية بسيطة تهدف لتحرير العطاء اللي بعده دكتورة شو سبب الدوخة يلي بتصير فجأة لما بكون متسطح وقف هون بيصير شي اسمه بوط الضغط الانتصابي وهذا شي طبيعي ما له مرضي وما بيخوف أبداً وفيه استشارات بالجملة عن موضوع تقبيلة السخونة هيا اللي ما في حدا ما بتصير معه فيروس الهيربس نمط أول هو اللي بيعمل لنا هالتقبيلة وبيتخبى بجسمنا وبعدين بتجي محرضات معينة مثل الحمى، الاسترس، التعرض للشمس أو البرد وبتخلي هالتقبيلة الحلوة ترجع تطلع ولاحظة كتير مهمة ما لازم ندقر هالتقبيلة ونحط إيطنا على مكان ثاني بوشنا لأنه معدية ممكن تنتقل من قرنة لقرنة أما بالنسبة لعلاجها فبيكون حصراً عن طريق مضاد فيروسي بعداً قطعاً نهائياً ما حدا يحط عليها جنتا مايسين أو أي كريم تاني فيه بتركيبته كورتيبول ولهون صار لازم ودعكن بتمنى من قلبي كون فدتكن ولو بمعلومة بسيطة ساعدتكن بوقتها تتجاوزوا فيها عارض صحي ونصيحتي الأخيرة لالكن ما تهملوا أي عرض بتحسوا خارج عن المألوف وتراجعوا الطبيب المختص انتبهوا على صحتكن كتير منيح ودمتم سالمين